موسيقى مساء الخير مشاهدين الكرام أهلا وسهلا بكم في هذه التغطية الخاصة بأشغال القمة العربية المنعقدة بالجزائر والتي انتهت أمسية اليوم بإعلان الجزائر الخاص بهذه القمة والذي تضمن العديد من البنود طبعا قبل بداية النقاش طبعا رفقة ضيوفي في هذه التغطية الخاصة لبأس أن نذكر وأن نقدم لكم مجموعة من التصريحات التي تخللتها خلال هذه القمة العربية بالجزائر بداية اختتمت اليوم الأربعاء بالمركز الدولي للمؤتمرات عبدالعطيف رحال أشغال الدورة الواحدة والثلاثين لمجلس جامعات الدول العربية بإعلان الجزائر والذي أكد ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك لحماية الأمن القومي العربي بمفهومه الشامل وبكل أبعاده السياسية الاقتصادية الغذائية الطاقوية المائية والبيئية والمساهمة في حل وإنهاء الأزمات التي تمر بها بعض الدول العربية بما يحفظ وحدة الدول الأعباء وسلامة أراضيها وسيادتها على موردها الطبيعية ويلبي تطلعات شعوبها في العيش الكريم والأمنة الالتزام بلمضي قدما في مصاري تعزيز وعصرنة العمل العربي المشترك والرقي به إلى مستوى تطلعات وطموحات الشعوب العربية وفق نهج جديد يؤازر الأطر التقليدية ليضع في صلب أولوياته هموم وانشغالات المواطن العربي تثمين المقترحات البناءة التي تقدم بها سيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون والرامية إلى تفعيل دور جامعة الدول العربية في الوقاية من النزاعات وحلها وتكريس البعد الشعبي وتعزيز مكانة الشباب والابتكار في العمل العربي المشترك رفض التدخلات الخارجية بجميع أشكالها في جؤون الداخلية للدول العربية والتمسك بمبدأ الحلول العربية للمشاكل العربية عبر تقوية دور جامعة الدول العربية في الوقاية من الأزمات وحلها بالطرق السلمية الإعراب عن التضامن الكامل مع الشعب الليبي الشقيق ودعم الجهود الهادفة لإنهاء الأزمة الليبية من خلال حل ليبي ليبي يحفظ وحدة وسيادة ليبيا ويصون أمنها وأمن جوارها ويحقق طموحات شعبها في الوصول إلى تنظيم الانتخابات في أسرع وقت ممكن لتحقيق الاستقرار السياسي الدائم رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون شدد على ضرر التنسيق في تحقيق الوحدة الفلسطينية ودعم فلسطين الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة تأكيد التزامنا المشترك والتابت بالدفاع عن قضايا أمتنا وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي جددنا كلنا بشأنها دعمنا المطلق للشعب الفلسطيني من أجل استعادة كافة حقوقه المشروعة وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة في حدود جوان سبعة وستين وفق ما جاء في مبادرة السلام العربية والتي تمثل الموقف العربي الموحد إزاء قضيتنا المركزية بالإضافة إلى اتفاقنا على تنسيق وتوحيد الجهود لمرافقة مسار تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية ودعم طلب دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في ملظمة الأمم المتحدة من جهة أخرى وزير الشؤون الخارجية السيد رمطان العمامرة قال أيضا خلال ندوة صحفية مشتركة نشطها رفقة الأمين العام لجامعة الدول العربية أبو الغيت أكد أن هذه القمة نوفمبرية لأن نوفمبر رمز التحديات والحرس على لم الشمل العنصر المميز كذلك هو يمكن إطلاق على هذه القمة أنها قمة نوفمبرية نوفمبرية بحيث السياق من حيث تاريخها ولكن كذلك من حيث الطموح الذي أردنا أن تتسم به هذه القمة نوفمبرية لأن نوفمبر هو رمز لرفع التحديات وكذلك نوفمبر هو رمز الحرس على جمع الشمل مثل ما أراد الرئيس تبونا أن يطلق على هذه القمة ثم نوفمبرية من حيث الرغبة في فتح أفاق واعدة للعمل العربي المشترك كما قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن قمة الجزائر إحدى أكثر القمم العربية التي شهدت تمثيلاً رفيع المستوى على مستوى الحضور واتسمت بقدر كبير من التوافق أتفق معك تماماً أنها قمة ناجحة بأي مقياس وأنا شخصياً رصدت 17 رئيس ورئيس حكومة وأمير وولي عهد 17 من 21 والأربعة الآخرين كان تمثيلهم تمثيل عالي جداً وبالتالي وبصفة عامة ربما هي أحد أكثر القمم العربية حضوراً من حيث المستوى ومن أهم ما تضمنه إعلان الجزائر نتابعه في الورقة من إعداد محمد إقبال هباس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر إذن كما تبعتم جملة من تصريحات القائمين على هذه القمة العربية إضافة إلى أهم ما جاء في إعلان الجزائر ولنقاش أكثر حول هذا الموضوع أسعد باستضافة السيد عبد الرحمن سعيدي محلسي مرحباً سعيدي أيضاً أسعد باستضافة السيد عمر تمشيشات وهو قياده في حزب الحرية والعدالة شكراً على حضرتنا مرحباً بك شكراً سيد عمر إذن نبدأ النقاش بسيد عبد الرحمن سعيدي كبداية ممكن اطلعت على إعلان الجزائر حول هذه القمة العربية كممكن تعليق حول هذا الإعلان يعني ممكن ما لمسته وما قرأته من هذا الإعلان سيد سعيدي أولاً بسم الله الرحمن الرحيم شكراً للداباء وأستاذ أهام أحباب الأستاذ فأول شيء من قراءة الأولية قراءة الأولية نحتاج إلى هذا قراءة الأولية أن البيان كانت مطلع القمة بداية القمة والافتتاح القمة والتحذيرات كانت تؤشر على أن مبدأ التوافق سيتجسد في قمة الجزائر عندما نقول التوافق التوافق هو أبلغ أبلغ سيغة سيغة نتعامل بها أو تتعامل بها الدول العرب في قضاياها نظراً لوجود خلافات نظراً لوجود في نزاعات داخل الأمم العربية نظراً لوجود مصارات وانكسارات في المصارات نظراً لوجود تدخل الأجنبي في قضايا الأمة العربية ثلاث سنوات نظراً لعدم التقال العرب بسبب انقطاع القمة مدة ثلاث سنوات وثلاث سنوات منعت من وجود تشاور عميق ونقاش وتداول إيجابي بين العرب كأن هذه القمة لم الشم ويتحقق من خلال بيانها أو إعلان الجزائر في كثير من الفقرات ما عاد الفقرة الفلسطينية اللي كان فيها تقيمة إجماع ويقين باقي الفقرات كانت فيها توافق بين العرب الساحة نقول هذه نجاح هذه القمة مولة في لم الشم هذه واحدة نجاح هذه القمة في توفير ظروف النجاح هذا الجزائر عملت عليه وظروف النجاح أغلب لازم لا نتجه ونركز على الإمكانات وظروف العمل بقدم نركز على التذويب وتذليل الصعاب قبل القمة بيكانت الجزائر تعمل من خلال دبلوماسيتها ومن خلال زيارات رئيس الجمهورية هذه القمة تحذرت تقريبا في مدة عام ونص ويتتحذر إذن فالنجاح وتكللت هذه الجهود بهذه الظروف التي ساعدت هذه من جهة أيضا أن البيان يشمل فقط ليس قضايا الدولة أو قضايا الدول والقضايا السياسية إنما يشمل كل جوانب تعاني منها الأمة العربية الجانب الاقتصادي الجانب الاجتماعي الجانب التضامني أيضا حتى الجانب اللي يتعلق بالفكر والثقافة تكلمة على إسلاموفوبيا تكلمة على حضارات تكلمة على حضارات تكلمة إذن قمة كانت أخذت مساحة واسعة وشاملة في التوافق ما هوش توافق حول مسألة أو دونها غيرها إنما مساحة واسعة في التوافق وهذا ميزة من ميزات هذه القمة نعم نعم واضح سيد السعيدي سيد تمشيشات في هذا البيان أو في هذا الإعلان الجزائر يعني كانت أبرز أولويات هذه القمة هي القضية الفلسطينية وكانت هي ما شاهدنا في البيان كان هو البند الأول في هذا الإعلان هل ترى أن الجزائر نجحت ممكن في استقطاب العرب نحو إعادة ممكن توجيههم وتفت أنظرهم نحو القضية الفلسطينية التي يعني تراجعت ممكن منذ مدة يعني بنظر ممكن حملات تطبيع بنظر لعديد من العوامل هل ترى أنه اليوم هي محطة جديدة لهذه القضية بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله بداية نشكركم على الاستضافة ونقتنم هذه المناسبة الخالدة والطيبة لتقدم التهنئة للشعب الجزائري ونترحم على شهدان الأبرار وعلى المجاهدين الذين لاحقوا بهم ولم يغيروا ولم يبدلوا أنا أقول بأن القمة العربية الكثير كان يراهن على فشلها لأن كثير من الربما الدول كانت تنتظر فشل هذه القمة العربية غير أن البيان الذي خرج أو إعلان الجزائر في حد ذاته يعتبر نجح لهذه القمة بيان أو إعلان الجزائر بدون تحفظات ولا تحفظ من أي دولة تانيا نجح هذا القمة العربية في إعادة القضية الفلسطينية إلى الواجهة وبكل جدية ليس حبراً على ورق وإنما يشتم من رائحة الإعلان أن هناك صدق وأنا أقول بأن القمة هذه أو القمة الجزائر أسست لعمل عربي مشترك مستقبلي جديد وأكثر جدياً مما سبق ومن هذا المنطلق فأنقول القيادة الجزائرية وعلى رأسها الرئيس الجزائري المجلس تبون وهو مشكور عملت بكل صدق في هذه القضية لا للمزايدة ولا للمتاجرة وإنما من أجل إعادة القضية الفلسطينية إلى الواجهة هذه القضية التي أريد لها خلال السنوات بتآمر وتكالب دولي أرادوا أن تطمسها إلى الأبد ولك شاءت الأقدار وشاءت الظروف وربما الظروف الدولية ساهمت وساعت في إعادة هذه القضية إلى الواجهة غير أن المطلوب اليوم هو توفير الآليات لإعادة هذه القضية فعلا إلى الواجهة إلى الواجهة وتحقيق بنودها وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس في حد سبعة وستين كمرحلة أولى لأن بالنسبة لنا الموضوع هذا يحتاج إلى نخاش كتوافق أولي وكحسنية من الدول العربية في هذا الموضوع فلسطينيين ليسوا إرهابيين الفلسطينيين احتلوا ظلموا حرموا من حقوقهم ولذلك من حقهم أن يدافعوا بكل الوسائل المشروعة والقانونية من أجل استرجاع حقهم وهذا الحق سيعود والجزائر ستظل أرض الشهداء ستظل دائمة للقضية الفلسطينية حتى يتحقق هذا الهدف نعم وضح سيد تمشيشات نعود لسيد سعيدي يعني أهم نقطة وأول نقطة ممكن في هذه القضية في خلال بند إعلان الجزائر هي التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية والدعم المطلق لها يعني اليوم أصبحت هي الأساس ممكن الركيزة الأساسية في أي ممكن مسعى تقوم به الجابعة العربية والدول العربية ككل يعني هل ترى أنه اليوم الجزائر رجحت ممكن في لما العرب نحو وتوجيههم نحو قضية أساسية وهي القضية الفلسطينية فعلا عندما في مطلع البيانة أو إعلان الجزائر بعد المقدمة التي تتكلمت عن الظروف وعن الأحوال وهو طبيعي تكون مقدمة تمهيد تمهيد بداية القرار الأول أو المتفق عليه الأول أو المرتكز الأول أو أساس القمة الأولوية أولوية أنا لا تقول أن عودة أو نأكد ما قلوش عودة تأكيد على مركزية القضية الفلسطينية عند العرب معناه هي قضية مركزية مركزية بمعنى ليس هناك قضايا تزحزحها مهما كانت حجم هذه القضايا مهما كانت تبقى دائماً على رأس الأولوية مثلاً النزاع العربي والأزمة في ليبيا الأزمة في سوريا أزمات أزمات اقتصادية الوضع تدخل عنده أهميته عند العرب لكن المركزية ثانياً هذه كأن القمة العربية وهو ربط ربط اللي لا يمكن قطع هذا الربط مع القضية الفلسطينية بمعنى مهش قضية كتقول مركزية ماش قضية ظرفية ماش قضية أملتها الظروف ماش قضية أنها تتغير بمهما وقعت من تحولات تحولات نعم ماذا نظم إذن قد يقع تحولات في تجاه هذه القضية لا يغير من مركزيتها ثانياً أن كل كل الدول العربية في عملها خاص أو في الدفاع عن مصالحها مصالحها أو في دفاعها عن سياستها أو في علاقاتها الثنائية أو علاقة متعددة مع المحيط الدولي عندها في العلاقات الدولية القضية المركزية بمعنى أن كل دولة في أي فضى وجدت أنها يجب أن تحمل هذه القضية دفاعاً نصرةً شرحاً دعماً كان عنا ثقة كاملة أنا كجزائريين أنت أولد الوطن ثقة كاملة في قيادة السياسية الجزائرية وقيادة دبلوماسية الجزائرية لأن لماذا المؤشرات على مركزية القضية بالنسبة لقيادة السياسية كانت واضحة من خلال لم الشمل الفلسطيني صحيح كان مقدمة لأن الآن الذي يعمل على لم الشمل الفلسطيني وعلى وحدة الصفر الفلسطيني وذكر في هذا والإنهاء من القضام وإنهاء القضام الفلسطيني فهو يعمل على ما بعدها على ما بعدها أنه يرفع القضية إلى موقحها الطبيعي تصور أنت في 1945 مع تأسيس القمة العربية قبل احتلال فلسطين وقبل قرار التقسيم من من أعمال الأولى الجميع الأولى اللي كانت عددها سبع دول اللي كانت مستقلة في ذلك الوقت منها سوريا سوريا نعم يقوا يديروا بيان ويديروا تنديد ويديروا قرار تنديد بالهجرة اليهودية لأرض فلسطين نعم ويطالبوا لاستعمار الفريصان البتداب البريطاني بتوقيف هذه الهجرة وكانوا طالبوا باستقلال فلسطين 45 بمعنى النضاء اللي قضية فلسطين نبدأ معه بداية الجامعة العربية نعم قبل ما يجي بريطانيا تسلم الأرض الفلسطينية للكيان الصيوني لهذه الهجرة الظالمة لأرض فلسطين نعم ورح سيد سعيدي سيد تمشيشات في أهم نقطة ممكن حسب خبراء رأوا أنه نقطة تأكيد على تبني ودعم توجه دولة فلسطين الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة والمصادف في الأمر أنه في كلمة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لما طالب بحشد الدعم ممكن الدول العربية لممكن المطالب بعقد جمعية استثنائية للأمم المتحدة والمطالب بعضوية كاملة لدولة فلسطين كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جيتيريج حاضرا في القاعة وهذا ممكن يعطي أيضا طابعا آخر لهذا المطلب أن يكون جديا كيف ترى ممكن إمكانية ممكن تحقيق هذا المطلب سيد تمشيشات يعني العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة ونحن رأينا كانت محاولات سابقة لهذا الأمر لكن لم تنجح هل ترى أنه في إمكانية هذه المرة الأكيد هذا يخضع إلى الجدية وقوة الدول الدول العربية في اتخاذ القرارات المناسبة والمواقف المناسبة لأن هذا الأمور لا يمكن لأن الهيمنة الأمريكية نكون واضحين في حق الفيتو وكونوا واضحين بأن الذي أنشأ اليهود بريطانيا والذي رعاهم إلى يومنا هذا هي أمريكا وبيدن في آخر كلام يقول بأن الدولة اليهودية تحمي كل اليهود إذن فالموضوع ليس بالبساطة التي نتصورها ولكن الجزائر التي تأسست الدولة الفرسطينية على أرضها هي تظل دائمة لهذا الموقف ولأكثر من هذا الموقف ويمكن الدول العربية إذا استغلت الظرف المناسب والأوضاع الآن التي يعيشها العالم وانشغال أمريكا وأوروبا في ظل الأزمة الأوكرانيين انشغالهم بالموضوع الروسي والأوكراني فيمكن الدول العربية المجتمعة ونلمس هناك جدية وهناك مؤشرات إيجابية في هذه الاتجاه فيمكن لدولة فلسطين أن تنالوا العضوية وفي القريب العاجل أنا الشي اللي أحب أن تنشر ليه ما هو فقط إلا العضوية الآن ينبغي أن نخرج من الاستحياء في القضية الفلسطينية ينبغي أن ندعم كدول عربية القضية الفلسطينية بكل وضوح فكيف هناك احتلال يدعم من طرف أوروبا وهناك اجتماعات دورية ويومية وألاف أو أميئات الملايين من الدولارات والأسلحة تعطى ولكن هذا حرام على الشعب الفلسطيني وعلى الدولار الفلسطينية يفترض اليوم أن نعود بالقضية الفلسطينية إلى الواجهة وأن ندعم الفلسطينيين بالأموال وهذا حق من حقوقهم وندعمهم حتى كذلك بوسائل الدفاع على نفسهم في حالة الاعتداء عليهم بأي حق يمنع الفلسطينيين من الأسلحة وتفعلوا ما تشاء إسرائيل ولا أحد يحاسبها بل هناك من يبرر لها أفعالها ويحميها إذن أنا أقول بأنه المرحلة وأعتقد أن أجتم من البيان أن هناك تطور كبير في العمل العربي المشترك وأن هناك شعور بالحاجة إلى بعضنا البعض وأن لا أحد يحمي الدول العربية إلا بنفسها ولذلك أنا لما سمعت بعض الكلمات لبعض الرؤساء الدول ومنهم عباس أو بالنسبة إلى الرئيس اللبناني بالحق حز في نفسي دول عربية كأنها تشتكي أو تستنجد بالعرب المفروض الآن هذا الموضوع هذا يؤخذ بالجدية اللازمة وموضوع فلسطين الآن يوضع على الطاولة بكل وضوح وننصر كدول عربية ننصر فلسطين ليس بالأقوال ونمدها بكل ما يمكن أن يمد لها بدون استحياء وبكل وضوح الدعم هذا الذي الآن كأننا نستحق أو أننا نخاف أو نهب يبدو أن هذا الموضوع ينبغي أن نتجاوزه في المرحلة هذه والجزائر والجزائر دائما في كل الظروف يتغير موقفها ولكن ربما هناك الآن مستجدد ساعدة الجزائر وهناك دول عربية بعد عشرات السنين من تجاربها مع بعض القوى الهيمنة عادت إلى أنا أقول عادت إلى الصف العربي وعادت إلى القضية الفلسطينية لأن قبل سنوات كان المسار نحو التطبيع الكلي طبعت خمس دول وما هي الدول التي ستأتي فيما بعد نقول لهؤلاء أن مرحلة التطبيع قد دفنت وجاءت الآن مرحلة التحرير ومرحلة إقامة الدولة الفلسطينية بكامل حقوقها وأنا أقول وأتحمل مسؤولية قولي لا ألزم لا أي جهة أن مشروع المقاومة هو المشروع الذي يركع إسرائيل مشروع المقاومة هو الذي يعيد الحقوق للشعب الفلسطيني ولولا مشروع المقاومة قاد الشعب الفلسطيني يباد يهان يضلم يستعبد ولذلك على الدول العربية أن تدرك بأن الحصن الحصي للشعب الفلسطيني هو مشروع المقاومة وأن تدعم المقاومة بكل فصائلها ويبدو أن الشعب الفلسطيني أدرك الآن كل طوى كل مكوناته بأن المشروع الحقيقي هو مشروع المقاومة أما مشروع المفاوضات فنتائجه كانت واضحة مزيد من الظلم مزيد من القتل مزيد من التشريد مزيد من الهيمنة وتزامنت الأقدار تزامنت القمة العربية أو بيان القمة العربية مع فوز المتطرفين الآن في إسرائيل معنى ذلك أن المواجهة ينبغي أن تكون في مستوى التحديات وأعتقد من بيان الجزائر أو إعلان الجزائر أن كثير من الدول العربية في المستقبل القريب ستدعم القضية الفلسطينية بشكل أفضل وربما بشكل أقوى مما يعيد لازم يحسوا الفلسطينيين بل عندهم أمة تحميهم عندهم عندهم شعوب تحميهم عندهم قادة عرب يحميوا الشعوب الفلسطينية بأي حق تقوم أوروبا وأمريكا من أجل أوكرانيا وهذا حق حلما حلما يعني إزدواجية هذا ظلم واضح ولذلك كان في بيان الجزائر الدول العربية مستقبلا ستشارك في سياغات المنظومة الدولية الظالمة هذا النظام الأحادي لكيبي ميكياليل حرام عليك حلال عليه يفعل ما يشاء وأنت ملت وقاوم تصنف في الإرهاب نعم فهذا المفروض المنظومة الدولية الآن والفرصة الآن متاحة للدول العربية وهي مدركة الآن للخيار الذي ينبغي أن تنتهجه وأنا أرى مؤشرات من بعض الدول العربية أنها بدأ حتى في يعني لاحظنا أنه في خطابات رؤساء والقادة خلال هذه القيمة يعني فيها ممكن خطاب مغير على باقي القيمة من السابقة يعني في هذه النقطة سيد تمشيشاتي هل رأيت هل لمس أنه هناك خطاب مغير أنا منذ مدة وحمد الله أن بعض الدول العربية وهذا إحساسي وربما متابعتي وقراءاتي السياسية ومتابعتي لبعض مواقف الدول بعد الآن الوضع الجديد بعد الحرب الروسية الأوكرانية كثير من الدول العربية التي كانت فراهن على أمريكا نعم والتي ظنت أن أمريكا يوما ما ستحميها الدول العربية لن تحمي ظرف أمريكا وإنما ستكون وقود لأمريكا من أجل تحطيم المنطقة العربية وتحطيم خصوم أمريكا نعم خصوم أمريكا ليس خصوم لنا نعم يمكن لنا يعني إذا حبينا نستفيد في هذا الموضوع ربما قد الحديث يطول ولكن الخلاصة أقول أن آن الأوان أن نتبنى القضية الفلسطينية بكل صدق وأن نعتبر فلسطين ليست أرض فلسطين وإنما هي أرضنا هي جزء مننا نعم ندافع عليها بكل ما نملك نعم ولا نستحق أحد كما يفعل تفعل أوروبا اليوم وتفعل أمريكا أقامت الدنيا ولم تقعدها ولكن الشعب الفلسطيني كل يوم يموت وضع سيد ولكن للأسف الشديد على استحياء نعم على استحياء وضع سيد تمشيشات طبعا الفكرة وصلت سيد أيضا سعيدي في نقطة أنه هناك تأكيد على تمسك بمبادرة السلام العربية لعام 2002 والتي تبنى على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام يعني في رأيك ممكن ما مدى إمكانية العودة إلى هذه المبادرة وتجسيدها في القريب العاجل لإن أمكان أو في القريب المتوسط بالحقيقة لابد أن ننظر لما صار هذه المبادرة كيف جاءت 2002 2002 مبادرة سعادية وطرحت في القمة الجزائرية 2005 أو غير ذلك لكن مبادرة السلام مقابل الأرض لأن كينسويني يريد السلام مقابل السلام ساعة تعبيري يريد هدنة مقابل هدنة وهذه يدل على أننا ما زلنا في معركة هدنة مقابل هدنة معركة ما زلنا معركة والقضية الفلسطينية موضوع المقاومة وموضوع الاسترجاع الحق الفلسطيني هذه مسألات تاريخية وأبدية عند شعب الفلسطيني حتى يتحقق إن شاء الله بإذن استرجاع الأرض فلسطين للفلسطينيين لكن في ذلي تجذبات في ذلي خيارات كذا طرحت كمبادرة من مقاربة نوعا ما لإبطال مفعول مبررات الكيان ومبررات دولية في ذلك الوقت أن العرب لا يريدون سلام طائحة المبادرة مسألة مقابل الأرض أنها في حدود سبعة وستين مع عصمتها أو ما يقول القدس الشرقية ولكن لكن هي في مفهوم الحق الشرعي في مفهوم الحق الشرعي ما هي إلا مرحلة لو تفسرنا هذا النقطة القدس الشرقية والقدس الغرقية يعني ممكن المشاهد يريد أن يعرف أو يعلم ما هي القدس الشرقية والقدس الغربية وما هي ممكن هو الآن هذه مسألة القدس من جراء التهويل لأن الكيان الصيوني عندما احتل الأرض الفلسطينية ما احتلش خيراتها ولو كان جزء من خيراتها طبعا احتل ما احتلش حقوقها الاحتلال الصيوني هو احتل التاريخ احتل قضية التاريخ ما معنى احتلال التاريخ بمعنى أن ينزع من من الأرض معالم المعالم معالم الأرض ليتعبر على أصحاب الأرض نعم الهوية الهوية معالم الأرض منها الهوية منها المقدسات من المقدسات الإسلامية والمسيحية نعم هناك وهو ما شديد في هذا هذا البيان كان ذكره اليهود اليهود على ما مر ما مر الاحتلال السنوات يعمل على تهويد تهويد القدس صحيح ويعمل على عملية الاستيطان والتوسع بمعنى ينحي أراضي الفلسطيني ويبني مستوطنات يغير معالم القدس إلى درجة أصبح اليهود في شق من القدس من تحت لينه شق مثلا كتوب المسجد الأقصى والقدس شريف مثلا يعني يحتل لنا فضاءات باسم الحائط المبكى اللي يقولوا نعم هو حائط المغاربة بمدينة شعي والحارة المغاربة الجزيريين ومراضة كثيرة والحفريات من تحت الأرض ليحدث فمما جعلوا قسموا الشعب الفلسطيني إلى قسموا أنفسهم إلى غربية إلى غربية وشرقية فأصبح ولكن إذا الحق الشرعي القدس لنا كما تقول فيروز نعم القدس لنا هذه بمعنى القدس لأصحابها أصحابها الفلسطينيين المسلمين والمسيحيين فنقول بأن هذه المبادرة هي كحسنية كانت من العرب أننا ولكن أغلب نتأكد أن الكيان الصيوني لا يقبل الرجل لا يعترفش بالقوانين الدولية كيف لا يعترف لك بمبادرات تتمنى ولكن هذه المبادرات إذا جئنا في ميزان التعامل مع القضية الفلسطينيين في فترة الأخيرة هل هو المبادرة المثالية يلتف حول العرب ويطالبوا بالدولة الفلسطينية 67 ولا مبادرات فيها تسليم القضية والتعايش مع صهينا باسم التطبيع الذي يتوسع إلى مجلات كثيرة لأن التطبيع طبيعته شنوه التطبيع التطبيع القابول بالواقع القابول بحق الكيان الصيني على هذا المكان القابول بالوضع القابول بحق هذه الدولة الإسرائيلية في الأرض القابول بالتعامل معه وإيقاف المقاومة نحاربت هذه الدولة فلذا تطبيع ما أختاره هنا فلما العرب تطلع هذه المبادرة لا حجة لمن يطبع له هذا لا حجة له هاي هاي مبادرة نفقد ولكن نتائج الانتخابات أشغل الانتخابات لسرات استبدلوا استبدلوا الثعلب بالذيب استبدلوا الثعلب أو استبدلوا قنبلة بساروخ الوضع اللي جاي أغلبية عند الليكود الليكود حزب متطرف حزب دموي حزب عنصري مجرم بمعنى سنشهد تصعيدا في المنطقة وزيد نقول ممكن أخطر من ذلك أن حتى هذا الاتفاق البحري الذي تم بين بين لبنان والكاين الصيوني هذا الليه قادم سينصفه نصفا وسنشهد أزمة أخرى واسعة ومفتوحة مع الجبال اللبنانية فنقول بأن العرب من خلال ذي القمة شوف أنا الشي اللي الشي اللي في البيان مش فقط تكلم على قضية الفلسطين من حيث المبدأ ذي واحدة مش تكلم عليها من حق التاريخي الشرعي مش تكلم عليها غير فقط من حيث مركزيتها أو من حول أولويدها لكن تكلم على القضية في تطورتها تكلم على المقاومة الحالية جنين ونيبلس في الضفة تكلم على التطورات الجديدة للقضية الفلسطينية وهذه التطورات كلها تساعد المطلب بالجزائر اللي تقدمت به ولذا الآن شاهدت قبل من جيلك الحصة وأنك بيانات كثيرة من جهة الفلسطينية بيان لحركة حماس لحركة الجهاز لحركة الشعبية لأصدروا بيان تصريح يثمنون هذا الإعلان الجزائر ويعتبروه نصرا في معركة اليوم ويبعث أمل للشعب الفلسطيني أنه يتحقق له هذه الدولة التي حرمها فقط لكي نغلق قوس القضية الفلسطينية فيها نقطة أيضا هو دعم الوصاية الهاشيمية التاريخية لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية وإدارة أوقاف القدس والأقصى لوزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية الأردنية في هذه النقطة ممكن مشاهد أيضا بش يفهم هذا الوصاية طبعا لأن في 48 لما احتلت أرض فلسطين الظفة الغربية كانت تابعة للإدارة الهاشيمية خاصة المقدسات إدارة الحرم الأقصى يعني كانت تسيرها من قبل الدولة الأردنية المملكة الأردنية الهاشيمية وكانت وزارة أوقاف حتى إيما لكن بعد احتلال الظفة في 67 معروفة معركة دخل الأقصى ذاك الوقت كان موشي داين ومجموعة وغولدا ماير ومجرمي ومجرمين اللي كانوا ارتكبوا مجزر في حق شعبنا احتلوا وقضية حرق الأقصى في 69 والمنبر الصالح الدين أيوبي والاعتداءات وانتهاكات على حرم كانت الاتفاق منتفق أن الإدارة الأوقاف وإدارة المقدسات الإسلامية تبقى دائما تحت إدارة المملكة الأردنية كانت الدولة العثمانية لكن بعد سقوط الدولة العثمانية مع فلسطين 48 أن مملكة الأردنية لأن فلسطين كانت دولة محتلة في 48 احتلت كان هذا الجزم الضفة تابع للمملكة الأردنية في إدارة الأوقاف فمعنى هذه القمة تؤزز وتدعم وعباك حتى كانت يعني في هذه النقطة أن المملكة الأردنية لديها مسؤولية تاريخية أيضا لا مسؤولية تاريخية من جهة ولابد من دعم المملكة الهاشمية في أن تقف على هذه الأوقاف في المقدسات وتروع بعد وعندها عندها مسؤولية ومسؤولية في هذه الأوقاف والصف العربي يدعم هذه المسؤولية يدعمها إذا كان أصحابه قائمين عليه ويدعمها أن يحمل أصحابها المسؤولية ثاني كان مسألة أخرى لأشار إلى البيان لجنة القدس نعم لجنة القدس التي هي لجنة القدس كلنا في الجماعة العربية جماعة عربية شدد على دورها مما تأسست في الـ 75 كان يرأسها محسن الثاني أن هذه اللجنة القدس كلنا يرى أن يتأسسها بيت المال الأقصى أو القدس صندوق الآن هذه الانتهاكات والحفريات وزوال مقدس شكل كميس هذه اللجنة تساءلنا عليها هذه السنوات الأخيرة أين هي لجنة القدس فنظل أنه ممكن يكون مستقبلا أن هذه اللجنة قد تكون جزء من مسؤولية الهاشمية في إدارة الأبقاف باش تفعل وتفعل هذا الصندوق ورح سيد سعيدي طبعا نغلق القوس تاعد القضية الفلسطينية نروح لقضايا أخرى أيضا في ظل هذا التوافق العربي سيد تمشيشات في نقطة القضية الليبية أيضا كانت وأخذت حيزا في هذا الإعلان هناك ممكن اتفاق على ممكن دعم هذه القضية الليبية وممكن حلها بحل السياسي وأيضا ضرورة تنظيم انتخابات ممكن في أسرع وقت ممكن كيف ترى هذا الاتفاق وهذا التوافق العربي لحل هذه الأزمة هل الأزمة الليبية اليوم ستعرف ممكن أبعادا أخرى وستذهب إلى حل ممكن نهائي هو تضمن إعلان الجزائر بند مهما لو يتم تفعيله وتطبيقه فعليا نوجد آلية لحل كل الأزمات سواء الحالية أو التي قد تحدث في المستقبل لما تكلموا على حل النزاعات العربية في بطار عربي نحن الذي سببنا المشاكل والمتاعب هو تدخلات الأجنبية في قضايانا واستفاف بعض الدول ونقولها في السابق ونحن نفتحوا صحبها جديدة منفرض أن نقلب في الأوجاع والآلام ولكن استبعى الدول العربية ضد بعض الدول العربية هو الذي أجج هذه النزاعات أما الآن إذا هذه الآلية طبقت والإرادة الآن عند الدول العربية الآن رهي موجودة لأن التجربة هذه الآليمة لمرت بها الدول العربية وكاد الدول العربية أن تنزلق إلى ربما إلى وضع في إطار عربي فلما تكون إرادة عربية مشتركة أنا أقول لك ليبيا بس شوال تحل مشكلة تحها إذا كان الدول العربية التزمت بأنها تحل النزاع الليبي في إطار ليبي ولا يقصى أحد من الليبيين وكل هم مواطنين وكل لهم الحق في بلدهم وفي ثرواتهم وفي خيراتهم وفي قية بلدهم إذا هذا الأمر نلتز به الدول العربية المعنية والأمر هذا واضح لن نتخلص في التفاصيل الكثيرة فكل القضايا أنا أقول لك مشكلة يتحل بإرادة عربية صادقة مشكلة من يتحل بإرادة عربية صادقة لأنه يمكن إيجاد أو ربما إزالة الأسباب التي أدت ثم هناك ما ننساوش بأن الأوامر التي كانت من طرف أمريكا لبعض الدول العربية التي لا يمكن لها في ذلك الوقت أن تعصي أوامرها حتمت على الوضع العربي أن يكون على هذا الوضع الذي لا يقبله أي عربي عنده نخوة أو ربما عنده أدنى غير على الوطن العربي هذا البند إذا وضعت له آلية حقيقية وإرادة صادقة من بعض الدول العربية ربما ثلاثة أربع دور أبع عربية فقط يمكن حل النزاع الليبي يمكن حل النزاع اليمني يمكن حل النزاع اليمني ويمكن كذلك مساعدة لبنان أنا سمعت رئيس الحكومة على المباشر ميقاتي ألمني كلامه وتكلم بنبرة مؤلمة يناشد العرب في إنقاذ لبنان يعني هل مفروض الآن لدينا من الإمكانيات المادية والمالية ما يمكن إخراج لبنان من هذه الذائقة والمواضيع الأخرى نحن نهم الشعب اللبناني أما القيادة اللبنانية والمسؤولين والناس دارة الثروة على حساب الشعب هذا موضوع ثاني ننقذ الشعب اللبناني لأنه غير المعقول أن نعيش نحن في الرفاهية وفي الطرف وشعب عربي على حفة المجاعة وعلى حفة ربما الإنهيار إذن الإرادة العربية أنا أقول وأنا أجتم هذه الرائحة من بيان الجزائر وللجزائر ولبعض الدول العربية ومشكورة وحتى رأى ممكن ممثل لدولة لبنان اليوم قال في كلمته أنه يعني ينتظر دعم الدول العربية ويلح ممكن النظر إلى لبنان ووضعها ممكن يعني كأنه يستجدي يستجدي في في القادة العرب أنقذونا حتى اليمن أيضا تقريبا كل ألح على لا تتركوا اليمن لا تتركوا اليمن يمكن للعرب يمكن للعرب في هذه المرحلة القادمة بعد الضروس التي أخذوها من هنا وهناك أن يكون لهم شأن إذا أرادوا الجزائر لها إرادة قوية ولها عزيمة ولا نزكي أنفسنا على الآخرين ولا نتطوع على الآخرين ولكن نقول هناك إرادة الجزائر بش وصلت إلى إنجح هذه القمة ما هوش الأمر بسيط بش أن عقدت القمة أن عقادها في نوفمبر هو نجاح النتائج التي آلت إليها كمرحلة أولى أقول هي نتائج مبشرة لكن مع كل الآن نأخذ الحاذر والحيطة لا نتفاعل أكثر لأن المتربصين بالأمة العربية وبمصالح الأمة العربية ليسوا بالقليل وليسوا بالمغفالين أو السذج فلولا الحرب الأوكرانية الروسية لكانت هذه القمة كان يكون شكل آخر ولكن إرادة القيادة الجزائرية وإصرار القيادة الجزائرية ونعود نرجع القاضية الفلسطينية لماذا؟ لأن هذا هو المؤشر مؤشر السدق في هذه القمة العربية أن القضية الفلسطينية هي محور الدوران هي المركز الذي التحرك حول الأمة العربية ثم بعد ذلك نعم لجنة الحكمة من طرف سيد رئيس الجمهورية هي في الحقيقة لفتة مهمة جدا لأن قد يعترضون في هذه الأيام القادمة من المشاكل التي لا تسمحون باتخاذ الجزائر القرارات ومن ثم مشاورة بعض القادة الأساسيين في اتخاذ الخطوات القادمة من أجل حماية نتائج بيان أو إعلان الجزائر وفي نقطة أخرى سيد سعيدي شهدنا في هذه القمة حضور ضيوف شرف ومن أبرزهم طبعا رئيس حركة عدم الانحياز وجاء في إعلان الجزائر الالتزام بمبادئ حركة عدم الانحياز وبالموقف العربي المشترك من الحرب في أوكرونيا وتحدث على انخيارات لمجموعة الاتصال الوزرية العربية التي تضم الجزائر مصر الأردن الإمارات العربية أيضا العراق السودان والأمين العام لجميع العربية في هذه النقطة ترى أن دول العربية تفطنت ممكن لهذا الاستقطاب من القطب الغربي وهذه الأزمة ممكن لفتت أنظارهم أن يجب التوجه نحو عالم متعدد الأقطاب وليس مبني على قطب واحد فقط فعلا عندما اندلعت الحرب الروسية للأوكرانيا طبعا هذه الحرب ما كان فيها كانت فيها مجال العقوبات وكانت اللي يقود الدعوة إلى عقوبة عقوبات فرض عقوبات على روسيا هي أمريكا والمجموعة الأوروبية وكانت أمريكا تريد أن توسع مجال فرض العقوبات على روسيا إلى مناطق أخرى إلى المنطقة العربية وإلى المنطقة الأسيوية مثلا وإلى مناطق حتى أمريكا اللاتينية ولكن مسألة لما كانت التصويت في هيئة الأمم على مجموعة قرارات وغير ذلك وفي مجلس مجلس حقوق الإنسان على طرد روسيا وغير ذلك عقوبات للتجاه روسيا ظهر المجموعة العربية ظهروا بمقاربة في ذلك سواء برفض العقوبات أو بالامتناء والامتناء بحد ذاته ومساره الرفض هو رفض بشكل آخر فأدركت المجموعة العربية في هذه الفترة أنها ستتضرر إذا من حازت في موضوع أوكرانيا وموضوع الحرب والعقوبات تتضرر والدليل على ذلك أنها كانت زغوطات على الدول العربية خاصة الدول النفطية والدول التي عندها علاقات استراتيجية أو تحالفات مع الولايات المتحدة فنظن أن الجامعة العربية وفرت هذا اللقاء الذي كانت الجزائر تدركه بعدها الجزائر بقدر ما كانت تدرك في موضوع فالسطين كانت تدرك حاجة العرب إلى أن تتكتل ويكون لها تقريبا مقاربة ما قد موقف واحد لأن أنت تعرف في الاستراتيجية العلاقات الدولية ما قد تفرض موقف واحد على جميع الدول العربية وإنما قد جيب مقاربة سياسية دولية في مرحلة معينة من النزاع تحمي مصالح العرب فنظل أن هذه القمة كانت من مقاصد من أدافها إيجاد قرارات أو مقاربة يحتمي بها العرب أو يميل إليها العرب أو يدافع العرب من خلالها على مصالحهم مثلا عندما ذكرت هذه المنظمات من هيئة الأمم إلى المؤتمر الإسلامي إلى الاتحاد الإفريقي إلى عدم الحياس هذه المنظمات الكبرى أولا نعرب الجامعة العربية هي أقدم تنظيم دول كان قبل قبلها طبعا هيئة الأمم كانت عصبة الأمم كانت عصبة الأمم تكلمك على هيئة الأمم لوني كانت قبلها جامعة العربية كأقدم تنظيم إقليمي نجمع الدول طبعا مشاب سبعة دول وانتشر بعدما سقلت دول من ضمن هذا التنظيم يتقاطع في هذه التنظيم تقولها مثلا تجد أن هذا التنظيم تقريبا 12-11 دولة أقولها 11 دولة عربية هي بعد إفريقي بعد إفريقي متواجدة ضمن الاتحاد الإفريقي جزء إفريقي عندك دول متواجدة في آسيا في عضوة في الاتحاد الأسيوي نعم في الآسيا زيد هذا يجمعهم مجلس تعاون الإسلام كلهم أعضاء صحيح هذا مثال وعيزة تجمعهم هيئة الأمم العضوية هيئة أمم معادة فلسطين ما عندش عضوية في هيئة الأمم اللي رافع الرئيس واقترح هذا فنقول الآن العرب الآن الحاجة إلى التكتل الحاجة إلى إيجاد فضاء هذه الآن الشيء اللي اللي لتكلم يقد أشار إليه الأستاذ وتكلمته فيه اللي هو ستعبين نقول في فترة من فترت من 2005 إلى 2009 كأن الجامعة العربية في بعض مواقفها صارت ملحقة ملحقة لتحاد الأوروب تحاد الأوروب ملحقة لسياسات أوروبية مثلا في النزاعات كانت تتبنى نفس المواقف كانت تبنى سياسة الثانية التسليم كان هذا الوقت التسليم بلجانب الدولية تدخل لجنة دولية تدخل في أزمة الليبية لجنة دولية تدخل في قضية سوريا معناه كأن كأن الجامعة العربية في فترة من فترات من قلش انسحبت ولا الطرف طرف في لجنة دولية وهذا الطرف لا يؤثر أن هذا البيان هذه قمة الجزائل كهثة نقاط في اللغة أولا تأكيد عن المقاربة التي تؤمن بها الجزائل مقاربة سياسية وأن النزاع في الدولة لا يحل إلا بالأدوات الداخلية الفوائل الداخلية معناه كما قال ليبي ليبي هذه واحدة المسألة الثانية باش نكمل نختم لك المسألة أن أن هذه النزاعات تكون في إطار الجامعة العربية تحل في الجامعة العربية بمعنى شكلية كما هذه اللوجة الاتصال في قضية أوكرانيا الدولية لجنة الوزارية هذه دائمية عمل العربي يخليهم ياخذوا موقع غير الموقع المتنازعين صحيح نعم وضح سيد السعيدي باش نأخذ كلمة ممكن أخيرة قبل أن نختم هذا البرنامج نتحدث على ممكن إصلاح الجامعة العربية أيضا نقاط أدريجة في هذا الإعلان ممكن من خلال تفعيل دور جامعة الدول العربية تبني مقاربة جديدة أيضا في هذا الموضوع سيد يعني تبشيشات لو تتحدثنا على إمكانية إصلاح هذه الجامعة العربية وتفعيل دورها أكثر لكي يكون ناجح هو إصلاح الجامعة العربية ينطلق من الإرادة السياسية للقادة العرب إذا كان إرادة سياسية لأن تكون الجامعة العربية هيئة مؤثرة مستقلة القرار يمكن إصلاحها من جانب التقني ببساطة ولذلك أنا نقول غمة الجزائر أسست لمستقبل واعد للجامعة العربية وكل الظروف الآن مناسبة للعرب أن يتموقعوا في موقع جديد يحسب لهم بعد ذلك ألف حساب أنا نقول لك الحرب الأوكرانية الروسية أولئية المتحدة كانت تأمل أن تمول هذا الحرب من الدول العربية بأمال الدول العربية وربما كان في تخطيطها أن الأموال التي ستنفق على الحرب تأتي من الدول العربية ولكن خاب مسعها ثم كانت تتصور بأن العرب في لحظة ما يستفقون أو يدركون خطر الولايات المتحدة على الأمة العربية الأمة العربية مزيقة في سنوات الأخيرة كل الدول العربية كلها مزيقة ودول عربية أخرى كانت مبرمجة أنا نقول إذا تحرّت الجميع العربية أو إذا تحرّر قد على كيمة تحرّت ونعطيك اسمح لي مثال باختصاب في خلال سنتين لما تحرّت الجزائر لما تحرّت الجزائر في قرارة السياسية وتحرّرنا من فرنسا شوف دور الجزائر الريادي نعم الجزائر دولة ريادية الجزائر كانت سيّة البحر المتوسط قبل الدخول استعمار الفرنسي يمكن للجزائر أن تعود إلى دور الريادة والسيادة والدور الإقليمي والدولي نعم والآن هناك توجّه نحو نظام عالمي جديد لا يقوم على أحادية القطب وإنما على أحادية القطب يمكن للعرب أن يتموقعوا وتكون الجزائر هي القاطرة التي تقود العرب في هذا التوجّه الجديد وهي فرصة تاريخية إما نغتانمها فيكون لنا مستقبل أفضل وتكون لنا مكانة محترمة وإما نضيعها وإن شاء الله لا نضيعها لأن الوعي العربي الآخر في مرشل متقدم وضح السيد عمر تمشيشات قياد في حزب الحرية والعدالة شكرا لحضورك معنا أيضا أسعد وأشكر السيد عبد الرحمن سعيدي محلل السياسي شكرا أيضا لحضورك معنا شكرا إذن مشاهدين وصلنا لنهاية تغطيتنا الخاصة لطبعا القمة العربية التي انعقدت بالجزائر طبعا سنناقش العديد الكثير من المواضيع التي جاءت ممكن في إعلان الجزائر والتي لم يتسنى لنا ممكن مناقشتها بسبب الضيق الوقت لكن هناك برامج أكيد لمناقشة هذا المواضيع في الأيام القادمة مشاهدين إذن إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر